اشتركوا في القناة 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 هو رقم جوج السؤال 26 باش نتجاوز صاحب الدراجة نترك مسافة امان جانبية ما كتقلش على مترو نص الاجابة واحد مترو الاجابة جوج فهذا الحالة بيت نتجاوز سائق دراجة خارج المدينة كنخلي بينه وبينه مترو اونس وداخل المدينة كنخلي مترو اما كنعطني بلوجه كنجيكي شوفي كنبعد ليه بجوج مترو اذا هنا كنخلي مترو جواب صحيح ورقم واحد سؤال 27 شنو هي الالوال الجاذبية الممكنة واللي كتعطيت السائق المعلومات اللي ما عندهاش طابع سعجالي الزرقى الاجابة واحد الحمرة الاجابة جوج الخضرة الاجابة ثلاثة البرتوغالية الاجابة ربع هنا قللك اشنو هما الالوال الجاذبية الالوال الجاذبية هما الاضواء اللي كيشعلوا في الطابلو الاضواء اللي كيشعلوا في الطابلو واللي كيعطر السائق المعلومات اللي ما عندهاش طابع السعجالي. اشنا هما اللوان اللي كيشعلو في الطابلو وماشي خاطر. اضواء عادية. اشنا هما هما اللوو الازرق اللي هو كيشير الضوء الطريق. مني كيكون شعل. واللوو الاخضر. اللي هو ديال السينيال. والبرتوقالي اللي كييقول ديال تسخيل اوالي. البرتوقالي مني كان بغين دماري. كيشعل لي واحد ضوء. كيこ اللوو ببرتوقالي. هاد الاضواء عادية. الزرقى والخضرى والبرتقالية أضواء عادية أما كنقل لي اللي عندها طابع استعجاري كنقل لي الحمرة اللي خطار هو الحمر بحال لاش نعطيكم أمثلة بحال لابا هنا الباتري خطار مزيان الباتري خطار هنا سخونية هنا المحرك سخن وهنا الزيت مبقاش في المحرك هنا الزيت مبقاش في المحرك هنا دي الأضواء النجدة هذا أضواء عادية بالنسبة لهذا انت كيشعل منك كنخدم السينيرات بربعة هذا كبقي سيني في طعم له هذا تهوه عادي هذا فرانمال منك يطلع فرانمال يكون شعج علىها الضوء هذا فرانمال هذا احتى فرانمال لبل الحديد منك تكون طلع فرانمال يقدر يكون يقدر يكون شعج على هذا بحال بحال عندك هذا وهذا فرنمال هذا أضواء النجدة أما هذا وهذا وهذا الزيت والسخونية والباتري هذا خطأ إذن نبقى السؤال دينا اللوان لي ماشي خطأ لي ما عندهاش طابع سعجالي نحييض غير الحمراء إذن الجواب صحيح هو 1-3-4 السؤال 28 الممر اللي لس كالحليدية كيتواجد على بعد 100 متر نعم الإجابة 1 لا الإجابة جوج بحواجز نعم الإجابة 3 لا الإجابة 4 هنا هاد الممر دي السكالحليدية كيتواجد على بعد 100 متر لا هنا على بعد 150 كل الشرطة كاس عني 50 متر إذن عندك 50 و 50 و 50 هي 150 إذن كيتواجد على بعد شحال على بعد 150 متر وبحواجز نعم بالأساس الحواجز هو الأساس مش عرفناه بالسكا إلا كنتمصور السكا أرى بحواجز و لك القطار واللي مصور بحل هنا هذا بدون حواجز هذا بدون حواجز وهذا بحواجز إذن كيتواجد على بعد 100 متر إلا على بعد 150 وبحواجز نعم الجواب صحيح هو جوج 3 السؤال 29 باش نتجاوز هاد الشاحنة يمكن لي ينتبع السيارة لتجاوزات نعم الإجابة 1 لا الإجابة جوج باش نتجاوز هاد الشاحنة يمكن لي ينتبع السيارة لتجاوزات إلا علاش هذي طريق صيحة لطروت إلا كانش واحد نضوبل كانت بعوه ولكن المراية واحد بغي تجاوزني هذا جيو مضوبلني إذن أنا خاصني ما نضوبلش إذن باش نتجاوز هاد الشاحنة يمكن لي ينتبع السيارة لتجاوزات إلا الجواب صحيح ورقم جوج والسيارة لتجاوزات هي هذي الشو هذي هي السيارة لتجاوزات سؤال 30 هاد العلامة كتعلم على أن الطريق غد تضيق نعم الإجابة 1 لا الإجابة جوج أن جوانب طريق غد تضيق نعم الإجابة 3 لا الإجابة 4 هاد عامة 3 hit هاذي هاد العلامة هذي اذا الجواب صحيح هو واحد اربعة سؤال واحد وثلاثين انا اول واحد كيتواجد قدام حادثة جسمانية من الواجب عليا نوقف نعم الاجابة واحد لا الاجابة جوج نعلم الاغاثة نعم الاجابة ثلاثة لا الاجابة اربعة انا اول واحد كيتواجد قدام حادثة جسمانية من الواجب عليا نوقف نعم مني كنكون انا اول واحد كيلقى حادثة را الوقوف اجباري خاصني نوقف نعم ونعلم الاغاثة نعم مني كنوقف كنحميل مكان ديال الحادثة بلاكت اومبان وكندر اضواء النجدة في سيارتي علي كنعلم الاغاثة الاغاثة شحر راقم ديالهم بالنسبة للمدينة البوليس 19 وخارج مدينة 177 جوندارم والوقاية المدنية 15 او 150 علي باش كنسعف المصاب كنسعف المصاب اذا الجواب الصحيح هو واحد ثلاثة سؤال 32 في هاد الحاله يمكن يدتوقف علي من و لا علي سر نعم إجابة واحد لا علي جوج قليك في هاد الحاله يمكن يدتوقف علي من و علي ليسر كنقولة لا ولأن هل هي المنجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج سؤال 33 العجلة اللي ما منفخش بالقدر الكافي كتتعرض للتلف بسرعة خاصة في وسط الايطار المطاطي نعم الاجابة واحد لا الاجابة جوج كتسبب في عدم ضباط العربة على الطريق نعم الاجابة ثلاثة لا الاجابة ربعة العجلة اللي ما منفخش بالقدر الكافي البنو اللي كان ناقص شوية واش كتتعرض للتلف بسرعة خاصة في وسط الايطار المطاطي مثلا توتح البنو اللي مختلفة اللي هو بسببت المنتجر البنوiat لتعادل عليه ايضا مثلا بمتلك البنوات لدليكت اذا واش الايطار المطاطي كيخسر كيتلف هي كيخسر إلا إلا كالبنو ناقص واحد شوية اضرب بيه اضرب انت غادي بسرعة خاصة بيك والبنو ناقص وش غادي يخسر ليك بالزربة إلا يقدر يخسر ولكي الا واحد مدة طويلة إذن وش كيتعرض التلف بسرعة خاصة في وسط ايطار مطاطي إلا ولكن كيتسبب في عدم ديباط العربة على الطريق نعم إلا كان عدك شي بنو ناقص من البنوات بربعة إلا كان واحد فيهم ناقص طويلة كتكون كتجر في الطريق الجيهة اللي فعل بنو ناقص كتكون كتجر إذن الجواب صحيح هو جوج ثلاثة غير السبب لي كيفاش نقول لكم المشكل اللي غادي يكون إلا كان شي بنو ناقص هو طويل ما كتوازنش في الطريق كتبقى دي ما كتلعب بيه في الطريق هذا هو المشكل اللي غادي يكون أما وش كي يخسر لك الشومبرير إلا إذن جوج ثلاثة السؤال 34 يمكن لي استعمال أضواء الضبابة دي الخلف نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج يمكن لي استعمال أضواء الضبابة دي الخلف إلا غالك حين 뜨كين السشا إلا شعلتEO ضوء الضبابة دي الخلف غادي تحمي سيد اللي غادي يجي منоворك إلا شعلت shook ضوء الضبابة دي الخلف غادي تعمي السيد الليئه الرابع فعلاش نعمه بيذ أنا حين الضواء الضبابة دي الخلف كي يكون رون ديه احمر ناصح الارد فازقة ستسنف الارد ستعكس الضوء للسيد اذا نستعمل اضواء ضبابة دي الخلف الا فهذا الحالة كنشعل ضوء تقابل او ضوء ضبابة دي القدام و دي الخلف الا انت كنشعل ضوء ضبابة دي الخلف يلا كان الضباب ولا التلج ولا عجاج السؤال 35 كيتواجد الملحضة الخطير على بعد 400 مترو نعم الاجابة 1 لا الاجابة جوج الانحضار هو 5 مترو لكل 100 مترو نعم الاجابة 3 لا الاجابة 4 هنا وشكي تواجد الملحضة الخطير على بعد 400 مترو نعم عندي هبطة على بعد 400 مترو و الانحضار هو 5 مترو لكل 100 مترو نعم هاد الاجابة بشحال مائلة بخمسة في المئة بخمسة في المئة هاية في البلاكة اذا البعد دي الخطر هو 400 مترو و الانحضار دياله هو 5 مترو اذا الجواب صحيح هو واحد ثلاثة اما كن كنوا الاسهم هنا ديك ساعة كنقول الخاطع كي بدأنا ببعد 150 والطول دياله 400 مترو سؤال سؤال ندوز قبل العربة الحمرة نعم الاجابة واحد لا الاجابة جوج قبل العربة الكحلة نعم الاجابة 3 لا الاجابة 4 ندوز ندوز قبل العربة الحمرة نعم علاش هنا الضو ما خدامش مني الضو ما خدامش انخد موبل بلايك هنا مول العربة الحمرة شنو عندو عندو قيف مول العربة الحمرة عندو ستوب اذا كندوز انا قبل منو ومول العربة الكحلة فنجاني جاني على الليسر هو بغي طرع هو بغي طرع الليسر الى ضرع الليسر سنجيه انا فلي من دياله اذا كندوز قبل العربة الحمرة علاش عندها قيف والكحلة جاني على الليسر اذا الجواب صحيح هو واحد ثلاثة السؤال 37 فهذا الاتجاه من طريق يمكن لي التوقف بعد العلامة على الليسر نعم الاجابة واحد لا الاجابة جوج نعم الاجابة ثلاثة لا الاجابة اربعة فهذا الاتجاه من طريق يمكن لي التوقف بعد العلامة على الليسر لا علاش حين تعليم عندي البلاكة ذيل ممنوع الوقوف والتوقوف فين بعد العلامة السام كيشوف الفوق ربعد العلامة وعلى الليسر لا علاش حين تعليم حين تعليم لا الجواب صحيح هو جوج اربعة سؤال سؤال 38 هاد العلامة ما غاديش يبقى على بودش حال 400 مترو وفهد الحال اكون قل لي كوش يمكن لي نكمل تجاوز نعم علاش حينت السيارة قريب ليها وباقي 400 مترو اذا هنا انتهاء مسلك تجاوز الجواب صحيح ورقم ثلاثة هينتا كنقولو هينتا هينتا كنقولو مسلك النجدة مسلك النجدة العلامة ريالتو هي هادي هادي هي اللي كتتسمى مسلك ديال النجدة ولا ما اخرج ديال النجدة هادا كيتسمى مسلك النجدة هادا كيكون فلوتروت هادا الدور ريالو اذا شي واحد تقطع لي فران كيدخل هاد المسلك هادا كيكون فيها الرملة الى تقطع لي فرانك كنتخليه كنخلي السيارة غادية حتى كتوقف على خاطرها هادا هو مسلك النجدة وانتهاء السير فتجاه واحد هي هادي هادي هي اللي كتقولي يا كان طريق كسدي وما كتجيبش دا بغا تقولي كسدي وتجيب هادي كتسمى نهاية الاتجاه الواحد ولا انتهاء السير فتجاه واحد واللي كتقولي يا طريق كسدي وما كتجيبش هي هادي هادي كتقولي يا طريق افتجاه واحد كسدي وما كتجيبش اما هادي انتهاء مسلك التجاوز اذا اجبكم الشرح ديرونا جيم الفيديو واخدوشي تعليق سؤال تسعون وثلاثين حركة سير فهالطريق غاد تكون مؤقتة في الاتجاهين بزوج نعم الاجابة واحد لا الاجابة جوج هادي هنا عندي علامة صفرة بلاكة صفرة كتقولي يا طريق راها كسدي وكتجيب قل بلاكة صفرة مؤقتة اذا حركة سير غاد تكون في الاتجاهين بزوج جواب صحيح ورقم واحد سؤال اربعين عاد ملتقى الطرق اللي جاي غندور على الليسر نعطي حق الاسبقية الليسر نعم الاجابة واحد لا الاجابة جوج الليمن نعم الاجابة ثلاثة لا الاجابة ربع انا عاد ملتقى الطرق اللي جاي غندور على الليسر انا وخه بغيت ندور على الليسر وخه بغيت ندور على الليمن وخه بغيت نتابع السير القدام كندوز انا الليول علاش حينت انا عندي طريق كبيرة فصغيرة ما نسبق لي ليمن لا ليسر علاش حين تمول ليمن وليسر عادهم طريق صغيرة صحاب ليمن وليسر عندهم هاد البلاكة هذي اللي هي طريق صغيرة إذا نصحب ليمن وليسر هم اللي غادي نسبقوني إذا أنا وش نسبق من ليمن إلا نسبق من ليسر إلا الجواب صحيح هو جوج أربعة فهذا الحالة بغيت نظر على ليسر شكوني غا نسبق غادي نسبق سيد لي أوفاس معايا علاش حين دكش اللي كيكون عندي حتى هو كيكون عنده مني أنا عندي طريقة كبيرة سيد لي أوفاس معايته هو عنده طريقة كبيرة مني غا نظر على ليسر كي يجيني في ليمن خسين سبقه أما مولي من وماليسر ما عنديش بهم علاقة هنا وصلنا النهاية دير الشرح سلسلة 30 اطلقه إن شاء الله في سلسلة 31 ونسألكم الدعاء ونتمنى لجميع التوفيق وما تنسوش ديرو جيم الفيديو وديرو ببرتاج وتخليوا تعليق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته